بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري من كلية العلوم بجامعة الملك الخالد سأشرح مقرر كيميا عضوية واحد بداية سأقدم لمحة بسيطة حول تطور مفهوم الكيميا عضوية وكذلك سنذكر أهم العناصر المكونة للمركب العضوية إلى حدود القرن التاسع عشر كان دور الكيميا العضوية يقتصر على دراسة المواد من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية لذلك سميت بالكيميا العضوية غير أنه قبل القرن التاسع عشر كان يبدو من المستحيل توليف المواد العضوية حيث كان الكيميائيون يعتقدون أن استناعة المركبات تتطلب وجود قوة حيوية إلا أنه في بداية القرن التاسع عشر نجح الكيميائي فريدريش فولر عام 1828 من توليف أول مركب عضوية تمثل في اليوريا وذلك بتسخين مادة غير عضوية تتمثل في السيانات الأمونيوم من خلال التفاعل التالي وبالتالي تبين أن وجوب القوة الحيوية غير متطلب لصناعة المركب العضوي ثم تأكد ذلك مع الكيميائي مرسلين بيرثلوت بين سنة 1827 و 1907 حيث تمكن من توليف عدد كبير من المركبات العضوية مثل الميثانول، الإثانول، الإثيلين، والأسيتيلين إن الضروريات الحياتية بما في ذلك الاقتصادية وكذلك الفضول العلمي كان وراء سبب تطور الكيميائي العضوية من خلال توليف عدد كبير من المركبات العضوية وهذا التطور كان في تسلسل منطقي انتلاقا من دراسة هيكل مكونات المواد العضوية الطبيعية ثم في مرحلة ثانية إعادة انتاج بتوليف المنتجات التبعية ومشتقاتها وذلك لتحسين خواصها ثم وصولا إلى توليف المنتجات جديدة تماما وذلك مثلا بتوليف المواد وسناعة المواد البلاستيكية الألياف الاصطناعية، الوقود، العطور، المواد المنكهة، الأسباغ والأدوية وغير ذلك من المنتجات السناعية نمر الآن إلى الحديث حول أهم العناصر المكونة للمراكبة العضوية يطلق على الكيميائي العضوية كذلك بكيميا عنصر الكاربون وذلك لأن المراكبة العضوية تتكون بالأساس من الكاربون إلى جانب الهيدروجين ثم كذلك يمكن أن نجد عناصر أخرى ولكن أقل شيوعا من الكاربون والهيدروجين نذكر مثال الأكسجين والنيتروجين ثم نجد أقل شيوعا من الأكسجين والنيتروجين نجد الكبريت والفوسفور كما يمكن أن نجد كذلك الهالوجينات الفلور، الكلور، البروم، الايوت كما يمكن كذلك أن نجد المعادن مثل الماغنيزيوم، السوديوم، والزينك إذن خلال هذا المقرر سنقوم بدراسة تسعة محاور بداية بالمحور الأول حيث سنقوم بشرح التركيب الإلكتروني للعناصر المكونة للمراكب العضوي أو لأهم العناصر المكونة للمراكب العضوي ثم سنقوم بشرح كيفية وأنواع التهجين لذرة الكاربون في المحور الثاني سنقوم بشرح الروابط الكيميائية في المراكبات العضوية وكذلك دراسة التأثير التحريذي والميزوميري وشرح الرنين وتأثيراتهم على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمراكب العضوي كما سنقوم كذلك في هذا المحور الثاني بدراسة مفهوم الحمضية والقاعدية وكذلك الحديث حول أهم التفاعلات في المراكبات العضوية في المحور الثالث سيتضمن دراسة كيفية تسمية الهيدروكاربونات الأليفاتية المشبعة والغير مشبعة وكذلك المجموعات الوظيفية من خلال النظام العالمي للكيمياء البحثة التطبيقية وفي نهاية المحور الثالث سنقوم بدراسة كيفية البحث عن دراجة عدم التشبع للمراكبات العضوية المحور الرابع سيتضمن شرح الكيمياء الفراغية للمراكبات العضوية ثم انتلاقا من المحور الخامس إلى المحور السادس والسابع سنقوم بدراسة كيفية تحضير الألكينات والألكينات ودراسة أهم تفاعلاتهم في المحور الثامن سنقوم بدراسة تفاعل الاستبدال والحذف من خلال دراسة هاردة الألكيل وفي آخر محور وهو المحور التاسع سنقوم بدراسة الهيدروكربولات الأروماتية